السلام عليكم أصدقائي في فيديو أشرته مؤخرا حول عدنان إبراهيم والمفكر من يسمى المفكر محمد شهرور وأيضا العلامة كمال حيدري قلت هؤلاء لم يقدموا لنا شيئا لم يقدموا لنا معرفة حقيقية وتسهم في تغيير واقع الحال وهناك وهم سلالة متواصلة من الشخصيات التي تحاول أن تلعب في المناطق الفارغة من الدين أو على هوامش الدين المهيم أو القوى الدينية المهيم هؤلاء يحاولون أن يجدون لهم مكانا ضمن طبقة الدينية المتحكمة والمهيمة على الجميع فهم يلعبون هنا وهناك يشاربون يحاولون أن يحجزون لهم دورا ضمن الصفقة الدينية أو الحلبة الدينية وينالون منها ما ينالون سواء كانوا صادقين أو غير صادقين هم صادقين معموما هؤلاء الناس ويشعرون بأن لديهم واجب عليهم أن يؤدونه وأنا لا أسلبهم هذا الحق تماما لكن هم يعني هذا هو دابهم وهذا حق لهم الذي يعملون فيه وأيضا هناك لهم مشجعون هم أيضا المشجعين عادة هم الذين يريدون أن يخرجون من أطار الهيمنة الدينية المطلقة على الجميع ويحاولون أن يلعبون في يعني بالأوف سايد يعني كما لاعبوا كرة القدم القانون كرة القدم هو ثابت ومسيطر ومهيمن على الجميع لكن هناك من يحاول أن يلعب في المناطق الفارغة أو المناطق التي يعني ممكن أن تشكل إزعاجا أو تحجز مكانا لمن يريد أن يحجز له مكانا وسط الكبار فعدنان إبراهيم وأيضا كمال الحيدري كمال الحيدري أقيم فرضة عليه لقامة جبرية والرجل لأنه خرج عن الطوق أو خرج عن ما تفرضه السلطة الحاكمة الدينية وهذه السلطة قادرة على البطش بأي كان في أي لحظة وفي أي وقت لديها جيوش من الميليشيات المؤلنة وغير المؤلنة التي كفئة التي تتكفل بمعالجة أي شيء بإشارة من أصبائهم أو حتى كلمة يقولونها بشكل عابر على منبر أو حتى بشكل رسالة كلمة عابرة هم الأتباء يفهمون معناها جيدا ويتصرفون على أساسها فتخرج الجمع والحشود تشتاح كل شيء في هذا التعليق لأحد المتابعين قال فيه من تكون أنت؟ حتى تتحدى عدنان إبراهيم في مقطع مدة ثلاث ساعة تحاول أن تنسف جهود مفكرين كل واحد أقل واحد بهم اشتغل عشرات السنين في مجاله وقال أيضا أنني على أن طرحي اختزالي طفولي وهو عبارة عن نقل وتصفيط مقولات وقال أن نصيحة مقطعك هذا ارمهي في أقرب حاوية للنفايات قل أنا الذي أقول وليس ديفيد هيوم أقول لهذا الشخص أنت يعني هل تعتقد أن مسألة نسف جهود مفكرين ما هو الفكرة الذي قدمه لنا عدنان إبراهيم ومحمد شهرور وكمال الحيدري ما هو ما هي نتائجه هل قدموا لنا رؤية جديدة تساعد الناس على عادة النظر في أسسنا المعرفية هل قدموا لنا مقاربة تجعلنا ندخل في أفق العالم وأفق التطور وأفق العلم هل هل هم قدموا رؤية للخروج من الماضي وحل إشكالاته ما الذي قدموه لنا هم مجرد بقوا على هامش النص الديني والتراثي وينبشون فيه ويقولون لا وجدنا هذه وجدنا تلك وهذه فيها فيها أمل نحن كنا مفاهمينها غلط وهذا التصفيق والترتيب والترتيق هذا يجب أن نتوقف عنه وأن نحجل من ممارسة هذا النوع التصرف الطفولي هو هذا يعني هذا الطرح الاختزالي الطفولي هو الذي يبادر به عدنان إبراهيم وأيضا كمال حيدري و كمال حيدري ما اعترام الرجل يتحدث عن قضايا واسعة يعني أكثر سعب كثير من هؤلاء وهو أوسع بكثير لكن عدنان إبراهيم فكرتهم اختزالية طفولية بسيطة هي شنو أنه هناك إله واحد وهذا إله خير وطيب ويحب الخير للناس و علينا أن نتمسك بها بطاعته وطاعة الرسول وأن هؤلاء لا يقولون باطلا وكل كلامهم كلام إلهي وحيوي ولا شك في هذا هذا كلام طفولي هو هذا كلام طفولي ما هو الكلام الطفولي هو هذا هو هذا الاختزالي هو هذا الذي يختزل العالم والوجود والمعضلة الإنسانية في هذا الكون وهذه التداخلات والمتغيرات التي لا تكفوا عن التغير سواء داخل جسدنا وخارج جسدنا في العالم والكون بأكمله هذا الذي يختزل بكلمة واحدة يا الله وهناك راعة الله ورسول هذا الاختزال من الذي يختزل من الذي يفكر بطريقة طفولية من الذي يحاول أن يقرأ الناس بأن هناك إله واحد وعلينا أن طاعت هذا الإله وهناك رسول وعلينا أن نطيعه وهناك كتاب كتاب وهذا كتاب فيه كل شيء هو ليس في كل شيء فيه كلمة واحدة فقط أنه طاعت الله ورسوله الباقي كل تفاصيل هو الفكرة الأساسية طاعة الله ورسوله وهذا كتاب منزل من السماء وانتهى لا تناقش ما الذي سنجده أكثر من هذا هو هذا وهذا بالعكس ليس شيئا سهلا بالمناسبة يعني هو مختزل وطرح طفولي وبسيط وبداي لكن مفيد لأنه يشكل جماعات ويحسم الخلافات بين الناس يعني يحجم أي محاولة للخروج على الجماعة أو تدمير أواصر الألاقات بين أفراد الجماعة المؤمنة هذا شيء معقول لكنه طرح اختزالي هو طفولي الرجل هذا يتهمني بأنه لديه طرح اختزالي طفولي فهتاة ما تيجي على إدنان إبراهيم ما الذي قدمه عدنان إبراهيم حنسأل سؤال جدي ما الذي يقدمه ما الذي أضافه هو يحاول أن يرده على الشبهات الشبهات هي كلها أنه هذا الدين هو فقط طاعة الله ورسوله هي مسألة بسيطة جدا هذا الدين بأكمله هو أن تطيع الله ورسوله وهناك آمر وحاكم وهذا الحاكم هو الصحيح والذي لا يقبل الجدل والخلاف فقط على هل أن هذا الحاكم يطبق شرع الله أو لا يطبقه إن طبقه جيد وهنا خلافات حول هذا الموضوع كل ما تبقه هو كلام وبلاغة ونثر لا أول له ولا آخر تصفيد كلام نحن الناس أغلبها بالملايين يتتبعون هذا كلام فقط لأنه يتكرر عليهم يومياً لأنهم أرغموا على سماء هذا الكلام أما يومياً تشوف القنوات التواصل عندما يكون انشغال الناس في القضايا العلمية القضايا الفكرية أنه نناقش واقعنا تحاضرنا مشاكل الماء المجاري مشاكل الخدمات مشاكل الزواج الطلاق الألاقات العاطفية بين الناس هذه القضايا التي تتشغل الناس فتحوا أي أي صفحة فيسبوك أوروبية غربية لن تجدوا أحد منهم يتحدث عن الدين إلا قروبات صغيرة جداً لكن كلام العام الكل يتحدث عن هذه القضايا القضايا التي تشغل بالناس هل أحدثكم عدنان إبراهيم يوماً عن قضايا التي تشغل لكم هل أحدثكم عن الجوع هل أحدثكم عن الظلم هل أحدثكم يوماً عن القادة الذين يغبنون حقوق الناس ويسلبونها هل أحدثكم عنها يوماً هل أحدثكم يوماً عن هذه القضايا لا والله يقول لك لا والله أنه هذا يعني ملكة أيمانكم لا يعني الملك ملكة إنما تعني شيء آخر لم نفهم الأبارة علينا أن نفهمها بطريقة جديدة ولا يوجد تواتر في القرآن ولا يوجد ترادف هذه النظرية الكبيرة مالتها العظيمة عظيمة عظيمة جداً لكن ما فائدتها اسألوا السؤال اسئلة المهمة افتحوا عيونكم جيداً ليس على تفاصيل هذه التفاصيل موجودة لكي يجعلونكم لا ترون الحقيقة الحقيقة هي هذا الموضوع هل يهمني؟ هل هو مهم بالنسبة لي؟ اسألوا هاي الأسئلة وهي يجي بعد ذلك يتهمق لك لا أنت طرحك اختزالي وطفولي ومن المختزل للموضوع العالم بأكمله في قضية واحدة اسم طاعة الله ورسوله على عيني الله ورسوله وجل جلاله وصلى الله عليه وسلم على عين ورأسي لكن لابد أن يدفهم هل هو مهم؟ هل هو بهذا الأهمية التي تصور للناس؟ نسأل الأسئلة الأسئلة الأساسية التفاصيل ويقول لي لا والله هذول جهود مفكرين طالت أقل واحد بيوم يشتغل عشرات السنين لا ألف سنة يشتغلوا مو بالعكس بس ما هو قبل فترة رأيت له واحد مقامر يتحدث لك عن القمار وعن البوكر علم كامل وهذا صال لأربعين سنة بس يتحدث عن البوكر وقلومه وأشكاله وتفاصيله ولكن هو أول خمس دقائق أنا تحدث معي عرفت موضوعه قتله من البداية الأسس مالتك شنه ما هي المقدمات الأساسية مالتك مقدمات الأساسية مالتك إنه هاي الأبه هاي هاي يلعبون الحيدري والشحرور وعدنان إبراهيم ومئات من أمثالهم كلهم يلعبون هم حكام مباراة أو متخصصون في هذه المباراة مباراة كرة قدر ويدين ويدين بيكمل شنه هو مجموعة قوانين وقضايا وأفكار بسيطة ومن على أساس هاي الأفكار طلعت علوم وطلعت أشياء وتفاصيل كلها هاي القضية كلها هو هذا الموضوع بيكمل عندما تدخل بالتفاصيل تعتقد بأن هذا شيء عظيم وشيء خارق لكن عندما تأتي وتفتح عينك جيدا وتخرج خارج الصندوق لترى المشهد بأكمله تشعر بأن الموضوع لا الموضوع بسيط جدا تكتشف بأن كل هذه البهرجة وهذه الاستعراضات والعلوم والكلام المعقد وأنت لا تفهم معنى هذه الكلمة وهذه الآية لا تفهمها وهذا الحديث لا هذا الحديث مرسل هذا حديث غير يعني صحيح عدد ذهبي وعندما نرجع على كتب الرجال واستدراك على استدراك وهامش على هامش هذا تدخل قال لك كيف أفهمها مستحيل أفهمها مستحيل إرادة لها عمر كامل وهذا الهدف يخليك تشعر بالعجز وأنه القضية غير مفهومة لكن مفهومة جدا بساطة هو حتى القرآن كريم على عين ورأسي لكن أدما نجن فحصة نجد إنه موضوع بسيط جدا إنه هناك إله أرسل رسول وهذا الرسول قال يجب طاعتي وهذا كلام الله ويجب طاعتي وش تريد بعد أكثر من هذا لا تشركوا بالله شيء هذا قانون واحد الله قانون الله يجب تتبعوه ما هو قانون الله أنه ستة حكام سبعة الميت والدم والخنزير والخمر اجتنبوه والزواج وحدث نت لحظة تتهى الموضوع حتى وش حرور نفسه يقول لي العقوبات والإحكام الشرعية الإلهية ما يطلع المعرف مرة قال هنا ستة سبعة فقط والباقي كله اختراعات هو في هذه الفكرة جيدة لكنه مدخلها ضمن موضوع بأنه هناك يعني مسألة لغوية وبلاغية هاي هي القضية بأكملها فبالنسبة لي أن عدنان إبراهيم وش حرور هم لاعبي بوكر محترفين فقط وبس هو البوكر نفسه ما حاجتنا له يعني الدين نفسه ما حاجتنا له نعان ما الذي يقدمه لي في مجال البحث العلمي في مجال الصناعة في مجال الاقتصاد في مجال التربية والتعليم في مجال الطيب في مجال التفكير حتى التفكير في مجال الإيمان أيضا لا يقدم لي شيء حتى في مجال الإيمان نفسه اللي هو حق للدين نفسه الخاص به في مجال فهم العالم والوجود والكون في مجال فهم التاريخ في مجال الأخلاق الدين ما بأخلاق المناسبة لأنه ليس موضوع الأخلاق هو كل شيء يستخدم العليم يستخدم أي حجة يجي بالطريق هو يبلحها ويحسبها إليه لماذا؟ لأنه يقول لك لهذا شوف يا طاعة الله ورسوله فأنت تفتر معي يقول لك يا طاعة الله ورسوله بالنهاية ولا تناقش واتهى الموضوع هاي القضية كلها فأنتون ليش دائخين بكل هاي التفاصيل ويطلع لك واحد يصير أبو الأريف ويقول لك أنت تقول كذا وكذا وأنت كافر وين كافر؟ لقل لك هاي الدين بأكمل يقول لك طاعة الله ورسوله أنه أنت تصمت تماما ولا تفتح فمك بأي كلمة وإن فتحتك تتهم بالتكفير أنا أقول لك هذا الدين الذي يتحدث عنه مو الدين الإسلامي حتى المسيحي اليهودي أي دين أي دين هو يقول لك هاي هذه أفكار الأساسية بسيطة فأنا اللي أدعوكم أنه حتى تفهمون الأمور اطلع بر الصندوق وشوف الأساسيات مقدمات الأساسية لأي دين هنا هذا هو الدين الباقي كل تفاصيل وأحداث فرضت هذا الدين على الناس ونجحت الفكرة ومشى أمرها مثل كرة القدم يعني هي لعبة فهذاك يوم ما هل يقول لك شنو اللعبة تقصد اللعبة الحياة بأكمل عبارة عن لعبة اللعبة مو مسألة سهلة لا تصورون مسألة أن أقول كلمة لعبة تصورها بالمعنى الشابي لا أو حتى تصورها بالمعنى الشابي لا بس لكن علي أن تتأمل الفكرة أكثر هي لعبة نحن جميعا نلعب هي الحياة بأكمل عبارة عن لعبة نلعبها جميعا ونمارس اللعب في مامايننا عدنان إبراهيم يلعب معنا على الفكرة نفسها وشحرور يلعب معنا على الفكرة نفسها يقول لا هذا الدين الذي تؤمنوا به غلط خدعوكم أنا تعالوا أعطيكم الدين الصحيح فهو باقي نفس الحلقة عدنان إبراهيم يقول لا هذا الدين اللي وصلكم فيه شكالات كثيرة وما فهموا الآية هاي الفلانية كذا ما فهموا الملحدين عندما يتحدثون عن كذا لا ما فهموا دارون عندما قال أنه أصلا إنسان قرد أو أصلا خلية أو جادل بالموء يقول لا أهلا ما فهمين الدين لازم نرجع الدين ما بي غلط الدين حتى دارون صحيح والدين أيضا صحيح وأحنا أصلا بالدين موجودة هاي الفكرة يجي وكل القضية هو دائما باقي النفس ضمن قانون اللعبة نفسها يعني قانون كرة القدم هو باقي نفسها فقدما يجي الشخص يقول لك لا هناك أناس يلعبونه بطريقة مختلفة وهي نفس اللعبة أو هاي اللعبة ما تعجبهم كل هاي اللعبة بأكملها ما تعجبنا نحن يجب أن نغير اللعبة وقواعد اللعبة وحتى اللاعبين هم لازم نغيرهم لا هاي اقتعدنا نقول لك لا هاي اللعبة ناجحة وهاي اللعبة منزلة من الله وهاي اللعبة يجب أن نلعبها جميعا وإلا سنذهب إلى الجحيم بالطبع لأن انت 24 ساعة قاعد داخل داخل تلعب بهاي اللعبة انت تنام تلعب بهاي اللعبة تصحى تلعب بهاي اللعبة تلعب بكرة الدين تتكلم مع جرانك تلعب بكرة الدين تتحدث مع نفسك تلعب بلعبة الدين وهي الأدعية والاستذكارات وما إلى ذلك ما أعرف بقضايا الدينية شي سوون والصلوات والفرائض انت تلعب مع الدين 24 ساعة انت تتحولت إلى لعبة دينية الإنسان المسلم أو المتدهن عنه هو عبارة عن لعبة دينية الدين يلعبها يعني دول اللاعبين الدمى تتحرككم الدمى والدمى إذا الدمية تحركت بطريقة سيئة يقول لك هذا يعني فيها إشكال هذه الدمية عطلت أو فيها عطل يجب تصليحها عبدان إبراهيم يقول لا هاي اللعبة الآن هناك من يخرج على قوائد اللعبة وهناك انحراف عن اللعبة الصحيحة هناك اللعبة الصحيحة وعلينا أن نعود للعبة الصحيحة وظالينا هنا بهذا الموضوع إلى ما لا نهاية ورجعنا قصة الدين الصحيح وهذه الأكاذيب التي لا تنتهي وأختم وقول بذا كان هذا الدين الصحيح اللي يتحدثون عنها كما واحدة من التعليقات اللي وصلتني إذا كان هذا الدين صحيح يتحدثون عنها واللي دافع عنا الشحرور وهي فكرتها وشني شحرور هي فكرتها كلها من بأولها كل كتبة وكل شغلة من أولها إلى آخر يقول لا هذا الموجود هو فيه قراءة خاطئة أنا قرأته هي الصحيحة وأنتو غلطانين كلكم وهي معناتها أنه هذا الدين هو نفسه هو الحل موجود داخل هذا الدين نفسه داخل هذا النص نفسه لأننا باقين محكمين بالنص ونحن أصلاً ما نحتاج النص كله سواء كان صحيح أو غير صحيح النص هذا كان مفيد لحكم بعض لحكم بني أثمان وبني عباس وبني أمية وبني الفاطميين وبني حمدان وبني صخيان هو هذا هذا النص وكان مفيد لهؤلاء إحنا يفيدنا بشنو إحنا دولة حديث دولة حديثة بها مؤسسات بها قانون بها دستور بها جانب تنفيذي بها جانب قضائي علاقات دولية قانون دولي شنو علاقة النص المقدس بهذا الموضوع ما لا علاقة فوساء أنت قلت أنه قريناه غلط وقريناه صح وما لا علاقة بالموضوع نهائي ممكن أنت تتعبد به وتعيش حياتك لكن لا يمكن أن تأخذه وتطبقه على المدرسة وعلى المصنع وعلى علاقتك بالدولة الفلانية أو علاقتك بأي إنسان آخر هذا الدين يقول لك لا علاقتك مخطوعة بالآخر الآخر كافر إما أن يكون مثلك أو كافر وإذا كان مثلك أيضا لازم يتحول إلى نسخة من عندك وهذه الناس خلاجة أن تطيع الله وتطيع الرسول أو الحاكم النظام استبدادي كامل فأنت شون اللي تريد من هذا الدين الصحيح على عين ورأسي لكن أوانا فات يعني فهموا يعني أو تدعنا مو تفهموا كل الناس تفهمين بس الناس ما تريد يعني تعالج مشاكلها تريد تضل تمشي وراء هؤلاء وحتى لا تقول لك تخليني مرتاح الناس كلها تفهم وتعرف الحقيقة لكن نعشق أيضا الكذب على أنفسنا دين الصحي إذا كان موجود أهلا وسأل رجع زين دين صحي وإنه رجعنا إذا رجعنا للدين كما قال الصديق أحد الأصدقاء إذا رجعنا هذا الدين الصحيح ما لقينا وإنه طين يوم من الأيام كان فيه هناك دين صحيح حتى يلا نجيب الرجع يلا ما موجود جمتب بأيام الصحابة واحد قتل الثاني كلهم ماتوا قتلا يمتب أيام الرسول أيضا كله نفاق وحتى يقال مات مسموما وهي قصص أصلا وصلت لنا عن طريق ناس كانوا يشتغلون عنده الخلفاء العباسيين متى كانوا الخلفاء العباسيين واحد قتل الثاني العثمانيين قدما يستلم الحكم يقتلوا 18 أخ من إخوانا ويقتل أبناء وبعضهم أحد قتل أبناء بقى بس واحد فهذا هو هذا الحكم الأثماني الذي قام بتنفيذ الشريعة فأين الدين الصحي ما موجود إذا كان ما موجود فمعناته هذا الدين الموجود هو الصحيح الذي نعيش الآن هو هذا الصحيح وهذا هو كما تضحت كل الأمور تضحت الآن بأن الدين هو السبب الأساس الثقافة التي يؤمن بها الناس والتي يعمل على أساس الناس ويقيمون من خلاله يجرون كل أنماط الألاقات فيما بينهم تحدث على أساس رعاية هذا الدين وتعليمات وتطبيق تعليماته هذا الدين هو سبب كل بلاوين ومن يعترض يقول لا سبب الحكام والدول العالم الخارجي أنا رديت علىها وقلت الأللا في الدين وليس في شيء آخر لو كان دين صحيح ما كان أنت فرصة لأحد يجي يستغل ويفسد ويتاجر بإسمه هذا الدين الذي يتاجر بإسمه كل من هبه ودب هذا ليس دينا صحيح لأنه يجبه غلط لأنه لو كان صحيح لا يسمح لأحد أن يغش ويكذب بإسمه هو يعني منطق يعني أنت تقول لهذا صحيح ولا المشكلة هذا حجة والتبرير تبرير طفولي واختزالي كما يقول هذا الشخص لكن لأنه لا يرى الحقيقة من الداخل من الخارج ولا يستطيع أن يتجرد من عاطفته لكي يرى الأمور كما هي لا يقل لك لا هذا اختزالي ويرى الأمور معقدة ويظن بأن الأمور هي يعني يرى العالم بشكل مشوش جدا بسبب هذا الضحك ويقول لك هذا 20 سنة يتحدث لك فقط عن الآية الفلانية قرناها غلط وهذه الكلمة الفلانية قرناها غلط و30 سنة طلع لك كتب كتب ألف صفحة لازم تقرأها حتى تفتي يمشن الفكرة وهي موضوع بسيط يعني لكنه هذا نقرأ غلط هو نحن النص بأكمله لا ينفعنا في حياتنا لم تعد له جدوى على عين رأسي مقدس ويبقى مقدس على عين رأسي لكن لا أضعه في مكان ليس له ولم يوجد له هو وجد في عالم القرون الوسطى لكي يحكم باسمه بني العباس وبني البوهين ويحكم باسمه الفاطمين والقرامطة وكل واحد يجق قال أنا أبو رسول الله وتحجج باسم الرسول وقال أنا أنا أمتلك دما أزرقا حتى صدام السين قال أنا جدي علي وجدي محمد لا أنا أمس الله ولا شجرة وسوالها وآخر حلاوة فإذا كان هذا الدين الصحيح غير موجود في التاريخ في الماضي من لحظاته الأولى وإذا كان هذا الدين الذي الذي نحن عليه الآن ليس هو الدين الصحيح وهذا معناه أنه لا وجد شيء اسمه الدين الصحيح لا وجد وطبعا أنا قلت حتى لو وجد هذا الدين الصحيح هو لا ينفعونا يعني مثل واحد يأشق أمرأة مثلا أو بنت ويقتل نفسها من أجله وبعد ذلك حين ينالها ويتزوجها ويعيش معها بعد ذلك يكتشف أن الأمور ليست كما كان يتصور لأن كان يتصور للعالم بأكمله هو في أن يتزوج هذه المرأة وقدم عاش وسوى اكتشف أن الموضوع أكثر من هذا بكثير أكثر تعقيدا من أن مجرد أن تنال غايةك فبالتالي فكرة الدين الصحيح فكرة طفولية اختزالية تختزل العالم بفكرة معايدة وتجعلك لا ترى الأمور إلا بعين هذا بعين الحاجة للدين الصحيح التي زرعها في رأسك آلاف من الدعاة والذين يظهرون لك في كل آن وأوان وكل مكان فهذه هي الحقيقة فقدم تجي على الدين الصحيح تفحيح تقول لك لا فقط أنا راهن على الفرس الرابح هذا الفرس الرابح والدين الصحيح نحصل بس نحصل انتهى الموضوع وأنت هل تصرف حياتك بأكملها وعمرك بأكملها وطاقتك وفكرك وتحرم نفسك من جميع الفرص في سبيل أن تفوز بهذه المرأة الجميلة أو بهذه السيارة أو بهذا البيت أو بهذا الدين الصحيح هي القضية أعقد من هذا بكثير هم يختزلوا لك المشهد ويجعلونك تظن بأن الموضوع هو موجود هنا في هذا الكتاب هذا الكتاب تجد فيه كل شيء هو ليس فيه أي شيء هو فيه شيء واحد طاعة الحاكم ها هي طاعة الحاكم والسلطة والشريعة الحاكم الله هو ممثل الشريعة والرسول هو ممثل الحاكم فالحاكم يعني حاكم باسم الله أو الخليفة أو خليفة محمد الخليفة ليش هو خليفة خليفة الرسول فأقل لك أنت من طاعة الله ورسول فماذا فعلوا جعلوا الشريعة هي الله وجعلوا الدين هو الله وجعلوا الخليفة أو الحاكم هو أما ممثل باسم الله أو خليفة رسول الله يعني نفس الفكرة الطاعة الله ورسوله وإحنا بالتالي هؤلاء يحكموننا بالاستعادة عن الله ورسوله وكتابه هاي الفكرة البساطة كلها وأما التفاصيل الصدق وما لذلك كلها حديث أبو هريرة حسمها حديث حديث أبو در وأنزنى وأنسرق فهو المهم أن طاعة الله ورسوله ولا تشرك بطاعة الله أحدا هاي الفكرة ببساطة هي هي هكذا الطاعة فقط وتصرف حياتك بأكمل من يجي هذا الموضوع على عين رأسي اصرفه على صعيدك الشخصي لكن لا تجعلها قانون الحياة كما يفعل هؤلاء لأن هؤلاء يريدون أن يهيمنوا عليك ولا حياتك بإسم موجود دين صحيح فأرجو أن لا تستعجلوا الردوة يا ريت أنا أنا أرى الأمور بهذه البساطة لا أكثر ولا أقل ولا أريد أقول أن هذا الدين غلط أو هو ما فيه شيء اسمي دين صحيح هناك الدين الأفضل الدين الذي ينجح في إدارة شؤون الحياة أو الذي ينجح أن يقدم لك شيئا مفيدا هذا الدين الموجود هو ليس بدين صحيح وقلت أنه لا بالقديمة كان هناك دين صحيح حتى الرجعة ولا حالياً هناك دين صحيح الدين كلها غلط الآن دين يمثل الحكام ويخرج بعض الذين ينافسون الحكام على سلطتهم ويريدون بعض المكاسب يحققون بعض المكاسب والحضور الشخصي أو المجد الشخصي مثل عدنان إبراهيم ويحاول أن يثبت للجميع بأنه لديه وجهة نظر ممتازة لأن هذا الكهف الذي نحن فيه كمسلمين وكمؤمنين وكمتدينين نتصارع فيما بيننا على المناصب المجد التليد أو غير التليد فيما بيننا كل واحد يطلع الدرأي ويقول لا الكلام هذا غلط وهذا صاح واني عندي وسط نظر فتبقى أنت وذكائك وشطارتك أنه تنابز الآخرين هي مثل لأبة كرة القدم كما قلت أنه يطلع لاعب جيد يطبق القوانين بشكل ممتاز عدن مهارات عالية وهناك لاعبين سيئين فأكل اللاعبين الكبار مثلا على مستوى العالي مثل القراضاوي الخامنئي الخميني يعني الشيخ الأزهر مثلا الأسماء الكبيرة هؤلاء هم يعني ميسي ورونالدو وبيليا وهذه الجماعة ويبقى لاعبين صغار هذول يحاولون يحصلون لهم شيء من هنا أو هناك ولاعبين أصغر وهكذا فهذه القضية بأكمله لكن أن نرى العالم بأكمله عبارة عن لعبة والآن حتى عندما ترحون عجمات الأشياء كرة القدم تجدهم لا يرون العالم إلا منعب بعين كرة قدم حتى متحدث لأغلك هاي حركة من واحد شو متحرك بشارك لك والله هاي حركة شبه حركة ميسي صديق يقول له لا هذه تشبه حركة برونالدو هو مجرد عابر بالشارع أو قفز أو سوى حركة فيرون العالم بعين كرة القدم بعين اللعبة وهكذا الدين نفس الحالة مجرد أنت يوميا تعيش نفس الهم تصبح مدمنا مدمنا لا ليس كحوليا مدمنا بلاغيا المدمن البلاغي في يوميا تسمع نفس الرطانة يعني يعني تضرب أدك الوايرات أو الكابلات في الدماغ مع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر